شيء سادس وهاي مهمة كتير كتير مهمة جدا صفة كتير كتير مهمة الكائن الكائن طبعا العهد الجديد مليان مليان آيات اللي بتتكلم فيها يسوع أنا هو لكن خلينا أرجع للعهد القديم في الأول في سفر الخروج زحاح ثلاثة مكتوب فقال الله لموسى لأنه سأل عن اسمه فقال الله لموسى أهي الذي أهي أشير إهي يعني أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم هذا الاسم اللي الله أعلن عن ذاته لشعب إسرائيل طبعا يعني الله أعلن أعلن أسماء كتير مثلا في الأول في الخليقة قال إلهيم أو إيل يعني مرات حسب الكلمة في خروج ستة الله عرف إسرائيل أو بني إسرائيل بهذا الاسم يهوة لأنه لما كان يتعامل مع إبراهيم وإسحاق والأباء كان يتعامل معهم كالإله أو الإله القدير الشداي بس مع شعب إسرائيل وهي يعني يهوة في العهد القديم يعني سواء في التوراة بأصفار موسى أو في الكتابات في الأنبياء بصراحة آلاف مش متذكر للعدد بس آلاف المرات اللي هي كلمة يهوة وطبعا استبدلوا كلمة يهوة لأنه اليهودي بخاف يلفز كلمة يهوة احترام وتقديس لإسم الله وأنا بتعجب على شعبنا في الشرق الأوسط اللي كل كلمة والله وبيحلف وبقيم وبحط بيستخدم إسم الله في البيع والشراء والكذب والخداع يعني بكله يعني حتى كان اليهودي يخاف يرتعب أمام هذا الاسم كان يستخدم بعزرات هشيم بمساعدة الاسم مرة تانية لأنه كانوا بيتكلموا اللغة الأرمية ما كانوا يذكروا الاسم فكانوا يقولوا كلمة يعني اللي بتعبر عن الله الكائن أو يهوة أو يعني الرب السيد أدوناي يعني استعملات بس يهوة هي أكتر كلمة مستخدمة في العهد القديم وسصار معنا في حلقة في المستقبل سأتكلم عن كمان يهوة هو يسوع يعني بحسب كلمات قالها يهوة في العهد القديم قالها يسوع في العهد الجديد بس هذا موضوع تاني بس أنا اليوم عاوز بس في المدى أركز أنه كلمة الكائن هذا إعلان يهوة ما بعرف specific time وقت محدد كان لشعب إسرائيل في العهد القديم أنا ما بدا أتجرأ بالتفسير بس أنه الله أعلن عن ذاته بأسماء كثيرة الإله القدير إلهيم إيل إيل شداي وطبعا في مسميات إيل شلوم الرب برنا الرب سلامنا الرب شافينا يهوة شافي يعني مسميات كثيرة بس أكتر اسم استخدم هو يهوة أهي الذي أهي أهي أشيرهي يعني الكائن هذا هو التفسير بتاعها والمفهوم بتاعها كمان في العهد الجديد لليهود ومفهوم ليسوع المسيح الكائن فأهي الذي أهي في العهد الجديد اسمع ما قال يسوع قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن على طول أخذوا حجارة مرة تانية بقولوا له وأنت إنسان تجعل لسنا نرجمك لأجل عمل حسن لأن المسيح قال الأعمال اللي بعملها بتبرهن فنعترفه قالوا لسنا نرجمك من أجل عمل حسن بل وأنت إنسانا تجعل نفسك إله ما قالش جماعة سمحوني أو عزروني يمكن أنتم ما خدتوش بالك خلي بالك في الكتاب بولوس وبرنابة حاولوا يسجدوا قال لا 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 أسجدوا للرب الرب يسوع أكد على وحدانية للرب إلهك تسجد مرة تانية بطرس قال له أسجد لله الملاك في رؤية يحن حاول يسجد قال له أسجد لله يعني هذا موضوع كتير كتير مهم وحساس لليهود أنا ما تتكلمش على شعبنا للأسف في الشرق الأوسط اسم الله يعني مي وماشي لا 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 يعني بقول لا تنطق باسم الرب إلهي كباطل واللي بينطق يعني سواء حلفت ولا كذبت ولا ذكرت اسم الله لا يبرأ إبراء يعني كان بالنسبة للشعب القديم كأنه بتحل عليك اللعنة لما بتستخدم اسم الله الله قدوس الله قدوس الله إله غيور صدقوني حبايبي فمن فضلك سواء أمنت بالمسيح بس قوعك انت به أوعك تذكر اسم الله باطلا هو مش ابن عمك ولا نبي جعلت إله ولا أي لا 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 انت به الله اسم الله مقدس فإذا قال له أهيا الذي أهيا قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن طبعا يتكلم بتجديف هاي كان ردة فعل اليهود أجابوه لما كان في بستان جد سماني سألوا عن يسوع أجابوه يسوع قال يسوع ما تطلبون أجابوه يسوع الناصري قال لهم أنا هو واو ايجو ايمي وهاي بتشوفها الكلمة استخدامات واستعملاتها في اللغة اليونانية أنا هو دلالة للهوت حينئذ تفهمون إني أنا هو أدركوا مش بخمنوا لا يمكن ما انتبهش للكلمة ولا عفوا طلعت لا 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 ما تطلبون أنا هو وعندما قال أنا هو يعني كان يهوذة اللي سلم مواقف معهم فلما قال لهم إني أنا هو راجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فإذن أنا هو بتشوفها مرارا وتكرارا مكررة على هوية يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الراعي الصالح أنا هو الباب أنا هو الكرمة أنا هو القيامة والحياة أنا هو نور العالم أنا هو خبز الحياة وكل هاي كلمات تطلق على الله على فكرة في العهد القديم قالها يسوع أنا هو فحاولوا يرجموا لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ما غلطش ولا الترجمة فيها غلط ما قالش أنا كنت أو إن شاء الله رح أكون كأنه في progressive revelation كأنه إعلان رح يعني يتطور يسوع إلى درجة إله كما ادعى بعض البدع الغنوصي قديما في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر